بينما تتواصل الاحتجاجات الشعبية الرافضة للقرارات التي خرج بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إذ اعتبروها محاولة فاشلة للالتفاف على الإرادة الشعبية بالتغيير تمضي السلطة قدما في تنفيذ التعديلات التي أعلنها بوتفليقة ومع شعور جزائريين بالضجر من الرئيس المريض وغيره من قدام المحاربين الذين يسيطرون على بلد يعاني من ارتفاع معدل البطالة وسوء الخدمات وتفشي الفساد وتزايد هذا الشعور عندهم نتيجة دعم وتبرير بعض الحركات الشعبية في البلاد ما جاء في خطاب بوتفليقة يبدو جليا أن مشهد الاحتجاجات والتظاهرات الرافضة لبقاء بوتفليقة ونظامه لن يتوقف فأغلبية الجزائريين يرون أن ما حصل لا يعد أن يكون سوى مراوغة من أجل ترتيب الصفوف تقودها النخبة التي تدير شؤون البلاد من وراء الستار والتي تعمل جاهدة على أن تبقي قواعد النظام كما هي الأمر الذي يرفضه الجزائريون الذين يتطلعون إلى تغيير شامل من العقلية السياسية إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي ويتوقون إلى تغيير فشلت رسالة بوتفليقة بتحقيقه التطورات في الجزائر تكشف عن عمق الأزمة في هذا البلد والتي تسببت فيها حكومة تسيطر عليها نخبة سياسية تعيش بعيدا عن واقع المواطنين ودولة عميقة تخشى أي زلزال يمكن أن يحرك الأرض الصلبة التي تقف عليها منذ استقلال البلاد في ستينيات القرن الماضي وبين هذا وذاك تقف أغلبية انفجرت غضبا ولم يعد من الممكن إيقافها بحلول مؤقتة يعرفون أنها ستطيل عمر الأزمة ولن تحلها أما جيران الجزائر والمجتمع الدولي فيتابعون بحذر ما يجري في هذا البلد مترام الأطراف الذي تتقاطع فيه مصالح استراتيجية لقوى دولية مختلفة ويجاور دولتين تمران بأوضاع أمنية وسياسية غير مستقرة هما ليبيا وتونس المراقبون للأحداث يرون أن الجزائر تقف على بركان من الأزمات التي يمكن تحريكها لتفجير هذا البركان من ذلك حالة الاحتقان المزمنة في الجنوب والقضية الأمازيغية وبعض المطالب الانفصالية المرتبطة بها والتي وإن كان صوتها ضعيفا فإن الفرصة مواتية الآن لتقويته ناهيك عن الضرف الاستراتيجي المحيط بالجزائر إفريقيا ودوليا والأجندات الخارجية التي ستعمل بسرعة على ضمان مصالحها عند الضرورة ترجمة نانسي قنقر